والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة كنوز لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز من كنوز الأسئلة اللي وصلتني من حضراتكم سؤال عن كيفية الالتزام بالعبادات حابب أقرأ نصه لأنه نصه فيه موضوع صاحبة السؤال بتقول إزاي نلتزم بالعبادات الفرائض زي قراءة القرآن بصفة يومية وقيام الليل مع عدم الشعور بالذنب لو ما قدرناش نعملهم وفيه كمان يعني سؤال مرتبط جدا بالموضوع ده وأنا بدعي ربنا بقلبي أكتر من لساني فهل يستجب لي لأنه بحس بخشوع أكتر لما بدعي بقلبي أولا يا صاحبة السؤال السؤال فيه حاجة محتاجة توضح قراءة القرآن يوميا وقيام الليل مش فريضة ومعنى كلمة فريضة حضراتكم عارفين إحنا عندنا خمس أحكام شرعية الفرد فاعله يؤجر وتاركه يأثى مستحب فاعله يؤجر وتاركه لا يأثى المباح يستوي طرفاه واحد عمل بالورقة كده هو ده فعل مباح واحد دخل مثلا ينام فعل مباح يستوي طرفاه إلا إذا كان معانية صالحة فينقلب المباح لشيء مستحب المكروه فاعله لا يأثم وتاركه يؤجر ثم الحرام فاعله يأثم وتاركه يؤجر خمس مراتب للأحكام الشرعية قيام الليل وقراءة القرآن يوميا مش فرض فعايز أول حاجة لأنه يمكن السؤال يكون الحل جواه إزاي ألتزم بالفرائط زي قراءة القرآن يوميا وقيام الليل هي أصلا مش فرائط بقولي الكلام ده ليه؟ علشان حجم تأنيب الضمير بيفرق جدا في الهمة النهاردة اللي أنا معتقد أني لو في يوم عد علي ما أردش قرآن أنا آثم هيحصل لي حجم تأنيب ضمير أزيد من اللي ربنا أراده لأن قراءة القرآن لأ دي قراءة القرآن إحنا ما يحتاجين نقرأ قرآن وما ينفعش نبقى من هاجري القرآن لكن لو واحد اتزنق في يوم من الأيام وما أراش النهاردة وبعدين جي بكرة عوض وظبط بحيث أنه شهره وسنته يبقى ليه علاقة مستمرة بالقرآن واحد ما قدرش يصلي قيام الليل النهاردة أي ركعة سنة بعد العشس ما قيام الليل ما قدرش النهاردة وما قدرش بكرة بعدين جي مرة في الأسبوع صلة فهي نافلة فلا تعتبر فريضة فواحدة وحدة مبدئيا في تأنيب الضمير هل الكلام ده أنا كإني بشجع على عدم الالتزام بالعكس بس من ضمن الحاجات اللي الواحد بيقع فيها بتخلي همته وثقته في نفسه تقل هو أنه يضع النافلة في موقع الفريضة فلما ما يقدرش يوظب عليها يقنب نفسه بشكل كبير جد فدي أول حاجة طيب نساعد بعض إزاي على الالتزام بالقرآن وقيام الليل بصفة منتظمة إحنا عندنا ثلاث حاجات مهمة الرغبة في معية ربنا معرفة الأجر ثم مراعاة حجم الهمة اللي عند البني آدم الرغبة في معية ربنا أي عبادة بنعملها زي أن أنا أفتح كتاب ربنا وأسمع ربنا بيقول لي إيه أصلي بالليل وقف وممكن تبقى الناس نايمة وأنا الوحدي في قطي أي أن كان وبصلي كده محتاج علاقة المحبة يتوصل لعمق معين بحيث أن أنا يبقى عندي محبة تقومني تقومني في وقت الراحة تستشتغل والشغل في العصور دي منهج فكون أن أنت تقوم بالليل تصلي ركعتين محتاج رغبة في معية ربنا هذه الرغبة تأتي من المعرفة فعايز أقترح على حضرتك ثلاث حاجات قراءة أسماء الله الحسنة فتعرفي معاني أسماء ربنا تشاهدي ربنا بيعملك إزاي يوميا بالصفات دي وتذكري يوميا بلا إله إلا الله مية صبح ومية بالليل يحصل نمو في القلب للتعرف على الله ثم المحبة يحصل فيها مستوى تاني من المحبة ده يقومك أكتر للعبادات زي القرآن وزي قيام الليل الرغبة في الأجر من القرآن والسنة منتشر فيهم جدا أجور العبادات ليه؟ لأن البني آدم جزء كبير مننا اللي بيحركوا المنفعة التي تعود عليه من العمل عشان كده ناس كتير تسأل على أحب الأعمال إلى الله تسأل على أكثر العمل فيه أجر تسأل ده صدقة جارية ولا ده صدقة ليست جارية علشان حجم الثواب وده جزء كبير من قطاعات البشر وده اللي بيسموها عبادة التجار اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم في القرآن يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور اقترح على حضرتك تقرأي باب فضل القرآن في رياض الصالحين وباب فضل قيام الليل في كتاب رياض الصالحين هتلاقي هنا مثلا مثلا يعني سبع تمن أحاديث وهنا عشر أحاديث ترغب حضرتك جدا في حصول الأجر ويكفي التلاتة مليون حسنة اللي بياخدهم في السنة اللي بيقرأ صفحتين قرآن فاكر الموضوع ده لما قلنا صفحة القرآن فيها خمستاشر سطر كل سطر فيها عدد معين من الحروف فطلعوا الصفحتين جنب بعض كده طلعوا تقريبهم فيهم تسعة تلاف حسنة في اليوم فلو بتقرأ في السنة صفحتين فقط وطبعا ده أقل القليل هتاخد أكتر من ثلاثة مليون حسن لمن يبحث عن الأجور إن الحسنات يذهبن السيئات حسنة بتعمل بركة في الرزق الحسنة بتنجي يوم القيامة فقراءة فضائل الأعمال دي بتشجع بعد التعرف على الله يبقى شيء أخير مراعاة القدرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ساعات كان بيشوف بعض الصحابة بيعمل نوافل بطريقة بأعداد كبيرة وأحجام كبيرة كان يقلل لهم ليه؟ عشان يستمر فمثلا تلاقي سيدنا عبد الله بن عمر كان بيصلي طول الليل وبيختم القرآن يوميا فالنبي قاله لا اختم القرآن في ثلاثين يوم وكان بيصوم كل يوم قاله لا صوم ثلاثة يوم بس في الشهر طب ليه النبي بيقلل عباداتهم عشان يستمروا فعايز أطلب من حضرتك طلب قدسي صلاة الوتر لما بتصليش قيام الليل خالص ابدأ من الوتر كانوا ثلاث ركعات أو ركعة ووظبي عليها جدا جدا بحيث أنك أنت يبقى عندك القدرة على القيام بعد صلاة العشاء لأي صلاة ثم بعد كده حط قيام الليل مرة في الأسبوع ثبت خطوة خطوة وابدأي بصفحتين قرآن الأحناف بيقولوا لا يهجر القرآن اللي بيختمه مرتين في السنة فخلي فيه مرة في السنة ومرة في رمضان بإذن الله وطبعا ده أقل القليل لأن فيه عباد بيعملوا أكتر من كده احنا أصلا بنحاول نوصل لكم فزي منتوا أيها العباد واللي بيبدأ واحدة وحدة حاولي يتوظبي على كده ثبت على كده إن شاء الله بالمدد الرباني والعون الرباني ربنا يقدرك على أن تكوني من أهل القرآن ومن أهل قيام الليل بقى السؤال هرد عليه في وقت تاني إن شاء الله وأتمنى أكون قدمت لحضرتك قيمة مضافة في سؤال حضرتك ترجمة نانسي قنقر